تشريع مقترح لتنظيم عمل المؤسسات المطورة والمستخدمة للذكاء الاصطناعي يهدد بمزيد من الضغط على اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتعثر أكثر من 160 مسؤولاً تنفيذياً في شركات عاملة بالاتحاد الأوروبي أبدو تحفظات على التشريع المقترح معربين عن مخاوفهم من أنه يهدد التنافسية ويضر السيادة التكنولوجية لأوروبا مشرع الاتحاد الأوروبي وافقوا على مسودة تضم عدداً من القواعد تلزم أنظمة مثل تشات جي بي تي الإفصاح عن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي والمساعدة على التفريق بين الصور الحقيقية وبين ما يسمى صور التزييف العميق وضمان وجود تدابير للحماية من المحتوى غير القانوني ومنذ أن أصبح لتطبيق تشات جي بي تي شعبية جارفة تصاعدت الدعوات لوضع لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي والتوعية بمخاطره من بين الموقعين على خطابات سابقة إيلون ماسك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن اي آي بالإضافة إلى جيفري هنتن ويوشوى بنجيو وهما من بين ثلاثة أشخاص يطلق عليهم الآباء الروحيون للذكاء الاصطناعي ومن بين الموقعين ومسؤولون تنفيذيون ميتا وسيلنيكس الإسبانية للاتصالات وميراكل الفرنسية للبرمجيات وبنكو برنبرغ الألماني للاستثمارات الخطاب يحذر من أن القواعد التي اقترحها الاتحاد الأوروبي تخضع تقنيات الذكاء الاصطناعي للوائح مشددة ما يضع تلك الشركات في مواجهة تكاليف مرتفعة ومخاطر قانونية الأمر الذي قد يدفعها لنقل أنشطتها إلى خارج أوروبا اشتركوا في القناة